أهلا من جديد صباح الخير لكل المشاهدين تحياتنا لكم وينما كنتوا اليوم رح نحكي عن جهد بتقوم في المنظمة الدولية للهجرة اللي يرفع مستوى الوعي في أوساط الدبلوماسيين فيما يتعلق بقضية الاتجار بالبشر قضية كتير كبيرة العالم كله بيحاول أنه يعمل جهود كبيرة للقضاء على هذه المشكلة وهذه الجريمة الإنسانية على أي حال اليوم بسرنا أن نستضيف سيدة إيمان يونس عريقات رئيسة البعثة في المنظمة الدولية للهجرة أهلا وسهلا فيك الأستاذ مهند دويكات وأنت خبير دولي فيما يتعلق بموضوعة الاتجار بالبشر أهلا وسهلا بكما صباح الخير المنظمة الدولية للهجرة يعني ممكن نتعرف أكثر سيدة ريمة على سيدة إيمان عفوا عن هذه المنظمة بشكل أوفر بسم الله الرحمن الرحيم ميسا صباحك أخت سمر وصباح الأخوة الأخوات المشاهدين الكرام المنظمة الدولية هي منظمة دولية مقرها الرئيسي في جينيف ولديها 480 بعثة حول العالم في أكثر من 150 بلد يعمل بهم 8600 منظف نفذوا 2700 مشروع بلغت قيمتهم في العام المنصرم ما يزيد عن مليار و300 مليون هذه نبدأ سريعة عن المنظمة الدولية للهجرة والتي أنشئت في العام 1951 نعم لماذا الاهتمام بقضية الاتجار بالبشر في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت هل أن تغيرات تصير في المنطقة الحروب المختلفة الاستغلال للبشر للأسف بشكل بشع ما هو السبب بهذا التوقيت ولماذا للدبلوماسيين استيمان؟ عزيزي نحن في المنظمة الدولية يجرى حقيقة أول منذق نقوس خطر هذه الجريمة النكراء والتي تعتبر الثالثة على مستوى العالم بعد جريمة السلاح والمخدرات في منتصف التسعينات وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ظهر ما يسمى في الرقيق الأبيض كانت المنظمة الدولية هي أول من لمست أن هناك بيع وشراء ويعني أعتذر على اللفظ ولكن هذه حقيقة الأمر لسيدات نساء وأطفال للعمل في أمور كثيرة منها الدعارة وعمالة الأطفال للصغار وإلى آخره أما عن الآن نشاطنا في داخل المنطقة العربية طبعا إحنا صلنا خمس سنين تقريبا منشتغل داخل دولة الكويت والمنطقة العربية ما يزيد عن ثمان سنوات كمنظمة الدولية هجرة ليست فقط الحروب واليعني الله يا ربي خلصنا من هالمواضيع حي السيئة كلها ويديم الأمن والأمان على المنطقة العربية ليست هي السبب الرئيسي ولكنها من الأسباب المهمة جدا طبعا بسبب لما يكون هناك نزاعات مسلحة أو كوارث إنسانية إنثلاث في كل نواح الحياة هذه تربة خصبة للغاية للاستغلال واستغلال حالة الحاجة والضعفة إنهم يصيروا ضحايا للإجاب البشر أما لش إحنا منوجه عملنا للدبلوماسيين أخت سمر إحنا عملنا بصراحة له استراتيجية ومنهجية ليس فقط للدبلوماسيين ولكن إلى موظفين إنفاذ القانون وموظفين وزارة العمل ومجتمع المدني والآن نعمل مع وزارة الخارجية الكويتي بهذا البرنامج مع وزارة وهو البرنامج الثالث لنشر الوعي بين الدبلوماسيين واخترنا المملكة الأردنية الهاشمية لنقيم مثل هذه الدورة التدريبية حقيقة لأن الأردن هي دولة رائدة على مستوى المنطقة العربية في مكافحة الإتجار بالبشر أنتو لديكم خبراء بيحقلكم تفتخروا فيهم الدكتور مهند وكات وبدون أي مجاملة هو دكتور إحنا نفتخر فيه كعربي أولا وأنا كأردنية بفتخر أنه عنا خبير بهذا المستوى ولديكم العديد من الخبرات اللي سبقتوا فيها المنطقة العربية فكان إنه إشي طبيعي نحضر مع الدبلوماسيين ونقيمها في الأردن يعني بعد هذه الإشادة سيد مهند يعني أنت خبير دولي في موضوع الإتجار بالبشر هذه الجريمة الإنسانية في حتى مصطلحات جديدة بلاش نسمع فيها العبودية الجديدة الأشكال اللي بجوز كتير في ناس حتى ما بتعتقد أنها هي إتجار بالبشر أو عبودية وهي فعلا تندرج تحت هذه الجريمة الإنسانية ما هي أهم ملامح الإتجار بالبشر عادة في عالمنا الحديث وفي منطقتنا تحديدا يسعد صباحك ستة وبداية أحب أوجه شكر للتلفزيو الأوردني لهذا البرنامج الحقيقة اللي صلت الضوء على هذه الجريمة اللي أصبحت في تزايد مستمر وخصوصا في منطقتنا العربي مثلنا تفضلتي وتفضلت الأستاذ إيمان في بداية حديثة اللي أصبحت في تزايد نتيجة الصراعات والفلتان الأمن الموجود في بعض المناطق الموجودة في المملكة حقيقة أنه موضوع الإتجاب البشر بيحتوي ثلاث أمور رئيسية تبدأ في العمل أو الاستغلال الجنسي أو بيع الأعضاء أصبح هناك تزايد خصوصا في ظل الأزمة السورية الراهنية تزايد في عمليات بيع الأعضاء في المنطقة وخصوصا الكلا وجزء من الكبد والآن بلشتظهر أيضا القرنيات الخاصة في هذا الجانب ولدينا جزئية أيضا قديمة حديثي وهي الاستغلال الجنسي أو ما يسمى ترفيح تسمية مصطلح اسمه زواج الصفقة تزويج القاصرات أو زواج الصفقة اللي بتم من خلال سماس والأهل بيقبضوا جزء من الثمن لهذه الفتاة والسمسار جزء من الثمن والفتاة تتزوج يعني أسبوع أسبوعين أو شهر ودون عقود رسمية وهذا الحكي يؤدي ممكن أن يكون فيه أطفال وبقودنا سلسلة مؤسفة بالفترات اللاحقة لمجتمعات ما تسمى مجتمعات يعني مصطلح يطلق عليها مجتمعات اللي بدون والقضية الأخرى في موضوع لتجال البشر وهي العمالي العمالي بكافة أشكالها سواء كانت العمال المنزلية عمال الإنشاءات عمال الزراعة حقيقة أنه يوجد في كافة البلدان يعني لا توجد منطقة في العالم هي في منع عن هذه الجريمة في استغلال بما يسمى بالعمل الجبري أو العمل القصري تحت ضغوط مختلفة وبالنسبة لسؤالك اللي بتعلق بالعبودية الحديثة احنا يعني من خلال متابعاتنا في المنطقة العربية وحتى تنسيقنا مع المنظمات الدولية منها منظمات الهجرة أصبحت يعني تظهر عندنا بعض الظواهر الخاصة بعبودية الدين بمعنى أنه على سبيل المثال إحدى مكاتب الاستقدام أو إحدى مكاتب التوظيف المتواجد في أي دولة من الدول العربية بيتم من خلاله استقطاب بعض الفتيات للعمل في المنشآت السياحية تحت مسمى منشآت السياحية أو النواد الليلي والبارات ومن ثم قد تمتد إلى قضية استغلال الجنسي من خلال أنه هذه البنت تبحث عن فرصة عمل تبحث عن نتيجة أنه السن بلش تقدم فيها أنه بتتلاقي لها فرصة للزواج فرصة للعمل وأثناء عملية استقدامها يتم توقيحها لا تحمل النقود لإخراج وثائق السفر بعطوها بوكثماني بعطوها روات بالمدة ثلاث أربع شهور مقدما وتوقيحها على وصولات مالية أو كومبيلات وهذا اللي قادنا لعبودية الدين وأثناء وصولها إلى البلد المستضيف يتم عملية استغلالها والضغط على إرادتها أنه إذا أنت بدك تروح تراجع السلطات القضائية السلطات الشرطية راح نقدم الوصولات المالية ومن ثم يعني نحن بجوز كنا نحكي بنقول عالمنا الحديث أكثر إنسانية بجوز انتهى زمن العبودية العبودية موجودة ولكن بشكل أقل تصريحا يعني ما في تصريح بأنه هذه عبودية زمان على الأقل كانت يعني واضحة أنه إنسان يستعبد إنسان آخر ولكن الآن الأشكال كثيرة وهذا أكثر خطورة يعني حتى بيكون وزراء الخارجية والديبلوماسيين خط دفاع كمان لبلدانهم فيما يتعلق بهذا الموضوع دي بتلاقي أنه مهم جدا يعني شغلكم مع دبلوماسيين في حماية بلدانهم من الموضوع الاتجار بالبشر صحيح أخت سمار هم الدبلوماسيين أصلا خط الدفاع الأول تمام عن سمعة بلدهم تمام ومن هون إيجا الاستثمار وأنا يعني حقيقة بوجه شكر للحكوم الكويتية اللي دائما تسعى إلى الاستثمار في العنص البشري لأنه أنت لما تنمي الكوادر الوطنية طبعا هذا سينحكس إجابا على المجتمع وعلى تنفيذ العمل الدبلوماسيين جدا مهم يعرفوا إيش هي قضايا الإتجار بالبشر وتعريف الإتجار بالبشر وإيش يعني ضحية إتجار بالبشر لأنه الجهل الأخت سمار هو عدو الإنسان الأول وإحنا هدف كل أعمال لأنها نشر الوعي لأنه لما أنت تنشر الوعي بين جمهور زي ما تفضلت حضرتك أنه صار فيه كثير ممارسات وسلوكيات تجديها بالشارع وفي الأسواق التجارية ويمكن تزوري صديقة إليك أو قريبة إليك تجد أنها تمارس بعض السلوكيات مع العامل المنزلية هي صريحة العبارة تحت الإتجار بالبشر وإحنا بجوز نتيجة جهل ممكن أيضا فيه كثير ممارسات نعتقد أنها صحيحة وهي أكثر ما تكون قريبة من موضوع الاتجار وعشان هيك إجا الهدف من نشر التوعية وتصحيح وتصويب المفاهيم وبدأنا في المسؤولين ومنتسبين أجهزة إنفاذ القانون وموظفين العمل وأيضا الآن السلك الدبلوماسي لأنه كما ذكرت هو الخط الأول للدفاع عن سمعة الدولة في أرقام أستاذ مهند تتزايد أو تدهشكم أو تدق ناقوس الخطر كما يقال فيما يتعلق بالمنطقة أو بدولة معينة يعني ممكن تحكي حقيقة أنه الأرقام في تزايد مستمر في هذا الجانب خصوصا في قضيتين رئيسيات نحكي عن مستوى المنطقة قضية استخدام الأطفال والاتجار بهم لغيات النزاعات المسلحة لا بل هي امتدت نتيجة الاتجار أيضا صورة بلشت صورة حديثة من صورة الاتجار وهو الاتجار في العقول وقبل شوي كان حديثك مع الاتجار بالعقول هو يعني أصبح خطر على المنطقة بأنه أصبح نتيجة المسح الدماغ اللي بتملي بعض هذا العقول أصبح فيهم صناعة للإرهابيين صناعة للمنفذي العمليات الإرهابية والقضية الأخرى اللي أصبحت أيضا في تزايد وهي عملية الاستغلال الوضع اللي بدور في المنطقة خصوصا استغلال النساء في مجال أعمال الدعارة في مجال الاستغلال كافة أشكال صور الاستغلال الجنسي الصور اللي باحية الأفلام اللي باحية وغيرها من هذه الضروب وبناش ننسى أنه حتى التقارير الدولية بتشير أنه في منطقتنا العربية الاتجار في العمال وخصوصا العمال المنزلية زي ما تفضلت أستاذ إيمان نتيجة الممارسات الخاطئة التي قد يمارسها المتعاملين بالمنازل مع هذا الجانب وهذا حقيقة خلنا نحكي ليس تقصير ولكن بحاجة إلى بدل جهود من الحكومات في نشر الوعي حتى زي ما قال دكت ستإيمان أنه يكون فيه معرفة أكثر عند الأسر التي تستقدم عاملات الأسر مكاتل الاستقدام جهات انفاذ القانون للتعامل مع مثل هذه الظواهر لأنه التقارير الدولية التي تعيب على منطقتنا العربية وخصوصا إذا نحكي في تقرير هو ليس إلزامي ولكن يعطي مؤشرات تقرير وزارة خارجية الأمريكية أنه تصنيف الدول العربية لم تحصل ولا دولة عربية في تقرير وزارة خارجية على الفئة واحد وإنما الفئة الثانية الفئة الثانية تحت المراقبة والفئة الثالثة في هذا الجانب وهذا مؤشر أنه بحاجة إرسال عمال أو عاملات إلى دول عربية معينة نتيجة أيضا الجهل في هذا الموضوع وعدم إدراجه تحت ما يسمى بالاتجار بالبشر أو العبودية بعض القوانين أو العبودية زي ما تفضلت إذن بحاجة إلى تطوير تشريعاتنا بالشكل الصحيح بما يضمن حماية الضحايا بما يضمن التعاون الدولي للأسف الشديد أنه كثير من حالات التي تجاب البشر أنه تبدأ في البلد المرسل لهذه الظاهرة وبلداننا العربية هي مافيات صحيح وبلداننا العربية جزء من مسرحة جريمة تنفيذ لبعض هذه الجرام التعاون الدولي كان مبتور لغاية الآن في العالم مبتور في هذا الجانب نتمنى نوصل لصورة أكثر إنسانية يعني إن شاء الله في دولنا ستإيمان ما هو القادم وسريعا في عملكم في نظمة الدولية للهجرة لدينا العديد من المشاريع على مستوى المنطقة العربية وتحديدا بين إن شاء الله الكويت دول المشاستعاون الخليجي وأيضا الأردن هدفنا هو الاستثمار في العنصة البشري نشر الوعي وشن حملات حقيقة توعية للجمهور تستهدف الأطفال والنساء سيدات المجتمع العاملين في مختلف الفئات لأنه حينما ننشر الوعي بهذه الجريمة سدقيني ستتغير الأمور لا يوجد عصة صحرية تقضي على الجريمة وحضرتك سألت الدكتور مهند عن الأعداد حسب تقييم وضمط العمل الدولي للعام الماضي حكو ما يقارب 250 مليون إنسان حول العالم يتم المتاجرة بهم هذا الرقم مهول طبعا نتمنى نوصل لعالم أكثر إنساني وبمنطقتنا إن شاء الله يا رب وزي ما أردت الأستاذ إيمان يكون فيه سلام في دولنا والدول العربية شكرا جزيلا إليك الأستاذ إيمان عريقات والأستاذ مهند الزوكات شكرا جزيلا لكم نحن بعد فاصل قصير نرجع لكم ومتابع فقراتنا معكم ابقوا معنا